عايزة أقول لحضراتكم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدأت النهاردة عملية فتح باب القبول لجامعة الطفل في شباب مصر وفي أطفال تحت 18 سنة أطفال شبطار جداً عقليات يعني ما شاء الله حلوة لو توفر لهم الجو التعليمي الكويس والأكاديميات اللي تحطوهم على بداية الطريق وينموا قدراتهم العلمية دي وقدرة الابتكار عندهم أكيد هيكونوا في أماكن أفضل فده شيء الحقيقي عظيم جداً في جامعة الطفل وأن يكون في مكان ومؤسسة علمية تقدر أن هي تشتغل على هذه المواهب عند الأطفال وتنميها لأن عندنا نمازج كتير جداً واحدة من هذه النمازج والمواهب العلمية المحترمة يعني رغم صغر السن هي طالبة بالصف الثالث السنوي سنة وفن صنايا قسم كهرباء من الفيوم قدرت أن هي تعمل تلاجة بتشتغل بالبطارية يعني مش بقى بالكهرباء ده بطارية وتشغالها بريموت كنترول أو توصلها تشغالها تحكم فيها عن طريق الموبايل حاجة كده يعني ايه تقنيات حديثة وجميلة جداً يعني ممكن لقى في مركات غالية في حاجات واو قوي بس لما نلاقي أن بنوتا مصرية في ثالث سنوي تقدر تعمل ده فده أكيد شيء عظيم جداً كمان هي حصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في واحدة من المسابقات المتعلقة بالعلوم والهندسة والشيء الحقيقة عظيم جداً بنرحب بسعاد مصطفى الطالبة بيئة السنوية الفنية الصناعية بيئة الفيوم وصحبة اختراع التلاجة المتنقلة بالبطارية يا سعاد أهلاً بيكي أهلاً بحضرتك يا أستاذ عمر التلاجة وراكي وحاجة شكلها جميل والأجمل فيها كمان الفكرة احكي لنا عن الفكرة التلاجة دي جات لك منين؟ تمام هي الفكرة جات لي من أول ما بدأت من أول لما دخلت المدرسة ونفسنا أقولها جات ميس وقالت فيه مسابقة بحث علمي اللي عنده فكرة أو إبداع يقدم أنا عدت أفكر فقلت تمام أنا هعمل تلاجة متنقلة وموفرة للكهربا بحيث أني أوفر كهربا للدولة والمواطن على قد مقدر وفي نفس الوقت تبقى بديل الأيس بوكس هايل طيب ده من بنسمع بيقولوا الحاجة أم الاختراع انتي شايفة إلى أي مدى يعني كنت بحتاجة واضح أن أعايزة التلاجة متنقلة معك بالبطارية يعني واضح كده يعني هي سهلة وخفيفة في الوزن ممكن أخذها معايا في أي مكان يعني مثلا لو رايحة رحلة لو مصيف وفي نفس الوقت برضو بشغلها عن طريق الطاقة الشمسية وكمان بالطاقة الشمسية اه طب ده عظيم جدا البطارية بتاعتها بتاخد وقتها قد إيه شحنة بالكهربا تمام هي التلاجة بتشتغل 18 ساعة مستمرة وبتشحن ما بين خمس ساعات لست ساعات بنشحنها بترانز 12 فولت طب والله كويس جدا يعني طب عدد ساعات محترم يعني وتشحن في خمس ست ساعات ده كلام بسيط طيب وبالطاقة الشمسية تشحن قد إيه اه هو نفس برضو المدهية بالطاقة الشمسية بجيب خلايا شمسية 12 فولت كويس وبنحطها وبنزبطها بزاوية معينة للشمس وبتشتغل تمام وهي فيها واسلتين واصلة بتنزل للبطارية واسلتين للبطارية بتشحن البطارية وبتشغل التلاجة كم لتر بقى التلاجة شيل قد كم لتر او الساعة يعني هي اللي ارتفاع 80 سنتي والعرض 40 المساحة اه هي 80 سنتي في عرض يمكن 40 شوية تقريبا يعني اه صح كده طيب بتوصل لأقصى درجة تبريد كم هنا بنعملك دعاية هو دعاية مجانية اه اقصى درجة تبريد اه مينص اه مينص او مينص خمستاشر مينص خمستاشر يعني اشتغل كمان تجميد فريزر يعني او طب الله يبرافو عليكي او طب الله يعني اشتغلت عليها قد ايه دي التلاجة دي اه هو انا اشتغلت عليها ثلاث سنين والحمد لله ربنا قرمني وطلعت الأولى على الجمهورية وحصل على لقب باحث والطالبة المثالية والمدالية الزهبية على مستوى الجمهورية حصل على لقب زويل الفيوم حصل على درع المحافظة تم اختياري ضمن أفضل مية شخصية مؤثرة في مصر والوطن العربي والله أنت فخر لأسرتك وللفيوم ولينا جميعا يعني بنوتة جميلة في مقتبل عمر بالعقلية دي ربنا يحفظك يا رب وليلي بقى دلوقتي أنت هتعمل إيه؟ ربنا يبارك في حضرتك في برائة الاختراع دي طبعا أكيد سجلتها وكل حاجة والأمور تمام هل بقى بتفكري أن بتدخل بقى مرحلة التصنيع وأعتقد ممكن يكون فيه شركات تهتم بحاجة زي كده هو فيه مبرد متحرك إنما يكون فيه تلاجة بالشكل ده متحركة أو فريزر متحرك بالشكل ده وأعتقد جديدة شوية تمام هو أنا عاملة بروتوطيب 1 وعملة بروتوطيب 2 بروتوطيب 3 واقف على التنفيذ يعني أنا محتاجة دعم وتمويل عشان الاختراع ينزل في السوق ما جالكيش لسه دعم وتمويل من شركات مثلا؟ هتش قل لك عايز الشير الفكرة؟ لا لا استوى الله عشان كده أنا بنشد الدولة إن هي تتبنى لاختراعي وبنشد سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي الراعي للشباب والدعم لهم إن يتبنى الفكرة بتاعتي وكمان أنا نفسي في منحة دراسية إن شاء الله تجيلك يعني بإذن الله يعني إن شاء الله لأنك متفوقة يا رب أقولي لي عايزة تدريسي إيه بعد ما تخلصي السنوية الفنية أكيد طبعا متفوقة في دراسة فهتروح يا هندسة كده إن شاء الله إن شاء الله هندسة كهربة بقى صح؟ أو إلكترونيات أو إلكترونيات طيب التلاجة برضو اللي أنت عاملها دي بتشتغل زي ما عرفت بالتحكم بالموبايل سمارت تلاجة سمارت صح كده؟ ده بعدين في التجديدات يعني إن شاء الله يعني في التطوير بتاعها أو حقيقة برافو عليكي أنا حقيقة فخور إنك موجودة معانا وإنتي مثال محترم للشباب المصري ونموذج ملهم الحقيقة فتحياتي ليكي وتحياتي لأسرتك وأرجوكي لو أي تعليق أخير حبت قديم تمام أنا حابة أشكر كذا شخصية أول شخصية حابة أشكر سيادة المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري كل الشكر والتقدير والإحترام لحضرته من أكتر الناس اللي وقفة جنبي وبتساعدني الفترة دي وحب أشكر سيادة نائب محافظ الدكتور محمد عماد كل الشكر والتقدير والإحترام لحضرته وحب أشكر الدكتور محمد التوني وحب أشكر كل الشخصيات اللي كرموني وحب أشكر الدكتور أشرف درويش جدا وشكرا لكل الأشخاص اللي كرموني وكل الأشخاص اللي جنبي وبيدعموني وحب أشكر والدي جدا ووالدتي وإخواتي وأهلي كلهم لأن هم أكتر ناس وقفوا جنبي وأكتر ناس ساعدوني طبعا اليوم طبعا كل التحية وكل التقدير لكن التلاجة بقى تحدي تسميها إيه تسمي التلاجة دي المنتج ده إيه لما ينزل السوق بقى لازم تختارينه أنت بقى غزم هو فيه برند للتلاجة بس يعني خليها مفاجأة بقى وما يطعب خلاص ماشي خلاص نخليها مفاجأ ونعمل مسابقة لا 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 أحلى اسمت ستالي كل خير يا سعاد شكرا جزيلا ليكي سعاد مصطفى المقترع وبنا نبارك في حضرتك شكرا بنت مصر وبنت الفيوم شكرا جزيلا لوجودك معنا